السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله رجعنا لكم في يونتين الواحدة العشرة هنكمل بالوحدة الدرس الثالث والرابع طبعا اللي هو يكون عندنا language function وظيفة لغوية هنشرحها ونحل ازاي تيجي في الامتحان طبعا درس النهاردة بيقول لي buying or booking a train ticket buy يعني يشتري وبوك يعني يحجز يبقى شراء او حجز تسقرة كتار وطبعا ده متعلق بالدرس الاول فاكرين اللي هو طبعا كان الدرس بتعمين تعطار اللي باعت العالم لطلب حجز تسقرة كتار نستخدم لما نحب نحجز تسقرة الكتار وانا دلوقتي في المحطة هتكلم بالانجلش هقول ايه can i poke can i poke يعني هل يمكنني poke يعني ايه يحجز single or return ticket single يعني زهاب يعني انا هروحه مش مقرر هرجع امتا طب return يعني زهاب وعودة يعني انا مقرر هرجع امتا فممكن احدد اليوم ان هرجع فيه وقطع تسكرتين مرة واحد يبقى كان i poke a single ticket to وطبعا هنا هنكتب place الايه المكان وحط في الاخر يفضل كلمة please هنا في مثال كان i poke a return ticket to as one ممكن اعجز تسكرة الاسوان طبعا زهاب وعودة please هنا طبعا فيه run sure come on يبقى اول حاجة لطلب حجز ايه تسكر عند السؤال عن درجة القطار المفضلة بالنسبة لك تستخدم يعني دلوقتي اللي في المحطة هيقول لي انت عايز اي درجة هيقول لي would you like first or second class هتحجز درجة اولى ولا درجة تانية طبعا الفرست اغلى هنا مثلا i would like first class يبقى would you like يعني هل تود تالت حاجة المدة اللي هيخدها القطر انت مش عارف القطر هيخد في طريق كم فعايز تقول كم المدة كم المدة احنا اخدناها ليه how long does وتكتب نوع القطار take يعني مثلا first class take sleeper train take express take how long does express train take القطار هياخد كام it takes two hours هياخد مثلا كام ساعتين to reach its destination يبقى تاني الاسئلة اول سؤال لطلب حاجز تسكرة كان عند السؤال عن الدرجة would you like لمعرفة المدة how long ندخل بقى على ساعة التسكرة والكلام التاني ده ارابح سؤال معنا سمن التسكرة احنا طبعا كلمة كامل سمن اخدناها كتير ليه how much is وممكن اقول what price what price ما السعر طبعا هنا how much is a single ticket please تسكرة الزهاب بكام it's 26 pound 26 يعني 16 جنيه ممكن اقول how much is a return ticket بكام تسكرة الزهاب والعباد لمعرفة الرصيف الذي يتحرك منه القطار طبعا لو حد راح محط القهيرة هيعرف ان فيه اكتر من رصيف فيه حوالي 10-11 رصيف فيه ارصيفة كتيرة جدا طب فيه قطارات كتيرة اللي رايح وجه قبلي ورايح وجه بحري طب انا مش عارف هيعمل ايه فطبعا انا لازم اسأل اللي انا هشتري منه التسكرة فممكن اقول له could you tell me could you tell me ممكن تخبرني which platform that train leaves from اي رصيف which platform platform يعني رصيف كلمة دي مهمة جدا the train leaves from القطارة هيمشي منها ممكن نقول it leaves from طبعا بلاتفورم سريء اي رقم طيب الدرس ده هيجي في امتحان ازاي سنة ثالثة طبعا situation مواقف او محادسة احل معاكم دلوقات المواقف هنا فيه مثال محلول you want to book a return ticket to kyro انت او انت عايزة تحجز تسكرة يبقى can i book a return ticket you ask how long انت عايز تسأل عن المدة لترين توالكزندريا ياخد how long does the train او does the journey توالكزندريا take اول جملة معانا you want to book a train توكت تولوكسور انت عايز تسكرة عايز تحجز تسكرة لفين لوقسور يبقى طبعا can i book a train ticket او a single ticket او return ticket تو لوكسور واجه في الاخر اقول please وحط علامة استفهان someone asks you شخصهم سألك what time does the train to kyro leave هيمشي الساعة كان the train leaves هيغادر at مثلا 10 10 10 اي وقت اي وقت you want to tunosa price انت عايز تعرف سعر زا return ticket to alexandria كام السعر يعني رسكت بينها how much is the return ticket to alexandria alexandria الراجل في المحطة asks you which do you prefer ماذا تفضل the stopping train القطار التوقف اللي هو بيقاف كتير or the express train اختار براحتي i prefer the express train جملة اللي بعدها a tourist asks you where he can buy a train ticket to aswan سايح سألك اين يستطيع شراء تذكرة الى aswan طبعا اقول له you can مثلا go to the ticket office ممكن تروح مكتب الايه التذاكر او you can book it online او ممكن تحجزها ايه online هنعرى اهم كلمات الدرس الثالث والرابع stopping train اللي هو قطار يتوقف في محطات فرائع نبيها في كتير express train اللي هو السريع air conditioning اللي هو تكييف الهواء rail cart platform sports center breeze price certainly business man ticket office mind explain fantastic communication condensation exactly stacyous ferry island light wind huge railway railway journey crowded transport form train timetable coach passenger distance عندنا هنا متلازمات لفظة bicycle train horse ferry plane bus كل وسائل المواصلات دي لما احب اركب حاجة منهم اقول get on يعني get on a bicycle get on a train لما احب انزل اقول get off get off a train get off a horse كل ده على كل وسائل المواصلات ما عادة taxi والcar taxi والcar taxi دي اخد get into لما احب اركب taxi get into a car ولما احب انزل اقول get out of اقول get out of taxi والcar بس هم اللي ايه اللي مختلفين اهم الافعال get on got on got on till told told break broke broken الكلمة واقسة faster slower cooler warmer cheaper more expensive arrival departure inside outside miss catch express train with air conditioning make it cooler ask for help in 15 minutes time along the way do a quiz take about 4 hours come back side of the nile arrive a little bit late leave from platform 1 10 minutes early late 4 much faster a meeting with a problem with go on a journey start in 13 minutes get ready it doesn't matter miss the lesson have a good trip وصلنا لاخر درس معانا في الوحدة الاولى او وحدة العشرة في الفصل الدراس الثاني اللي هو درس الاستماع اللي احنا طبعا شرحناه في اول الفيديو اللي هو هنا business man رجل اعمال بيكلم الموظف اللي موجود في محطة القطار ال business man بيقول له can i poke a ticket to alexandria please رجل اعمال بيسافر اسكندرية بيقول له ممكن احجز تذكاره قال له cert اللي طبعا would you like a single or retire انت عايزها زهاب ولا زهاب وعودة قال له i'd like a single please انا عايزها زهاب i am spending a week there انا هقعد هناك سبوع ومش عارف هيرجع امتى what time is the next train ممكن تقول لي المعاد بتاع القطار امتى قال له there is a stopping train at 10 past 10 الساعة 10 و 10 اللي هو قطار التوقف اللي هو بيقى في كزم حط ده الساعة 10 معادة but the express train اللي هو القطار السريع leaves at 10 am هيمشي الساعة 10 صباحا that's in 15 minutes time يعني بعد 15 دقيقة انت عايز انهي قطار فيهم طبعا ال business man قال له is the express train much faster طب ال express اسرع قال له oh yes طبعا it's the stopping train stops at a lot of station قطار التوقف ده اي حد بيشاور له بيوقف long is the way and the journey takes about 4 hours بيروح في 4 ساعات فال business man قال له how long does the train the express train take طب ال express سياخد كام قال له it arrives at 12.50 بيم الساعة 11 و 12.50 so the journey takes تقريبا الرحلة بتاخد 2 hours ساعتين and 50 minutes و 50 ديار قال له has the express train got air conditioning طب فيه تكيف هو ولا ما فيش تكيف انا عايزه مكيب قال له yes it has you can also buy food وفيه كمان جوه طعام and drinks ومشروبات on the train يعني الدنيا جوه فظيع قال له I think I'll book the express نعشنا وطبع رجل اعمال قال له خلاص انا احكز how much is it please طب بكام التذكرة قال له have you got a rail card انت معاك rail card وrail card اللي هو الاشتراك يعني يكون عنده اشتراك سنوي او شهري زي اللي بيعملو طبعا طلاب الجامعة والناس الموظفين اللي بيسافروا كل يوم بيعملو اشتراك بيبقى مخافط شوية it's cheaper with a rail card هيبقى ارخص قال له no I haven't انا معايش قال له without rail card من غير الاشتراك it's 26 Egyptian pound التذكرة ب 26 جنيه قال له thank you could you tell me which platform the train leaves from ممكن تقول القطار هيغادر من رصيف كام قال له platform 3 من الرصيف 3 have a good trip اتمنى لك رحلة سعيدة قال له thank you goodbye يعني شكرا لك مع السلامة انتظرونا بقى ان شاء الله الفيديو القادم هنحل كل اسئلة unit 10 الواحدة العاشرة عشان ندخل على الواحدة ال 11 ونحن نستريحين نكون حفظين الكلمات ونكون حلينا كل التمرينات الموجودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته